السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى درس مهم جدا في اللغة الإسبانية ألا وهو الأفعال في اللغة الإسبانية وحروف الجر أو las preposiciones التي ترافقها بشكل إجباري الكثير من الأشخاص يعانون من هذا المشكل يعني تجد الشخص يعرف الأفعال بشكل جيد لكن لا يعرف أي حرف جر يستعمل مع كل فعل وربما باستعماله لحرف جر آخر يعني في غير محله يمكن أن يغير من معنى الفعل وبالتالي الخروج عن سياق الكلام ولهذا اليوم سأقدم لكم مجموعة من الأفعال وحروف الجر التي ترافقها مع تركيبها في جمل هذا الدرس سوف يكون عبارة عن تمرين هذا التمرين سوف يحدد مستواك في اللغة الإسبانية فإذا أجبت بشكل صحيح على التمرين فأعلم أن لديك مستوى لا بأس به في اللغة الإسبانية وعلى الأقل سوف يكون لديك مستوى بيدوس إذن أصدقائي قبل أن نبدأ هذا الدرس لا تنسى الضغط على لايك إذا أعجبك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك كل الدرس إذن هيا بنا لنبدأ على بركة الله إذن أصدقائي سوف نبدأ بالفعل الأول وهو فعل أبوصار أبوصار جيد والذي يعني الإكثار من الشيء أو الإفراد في الشيء جيد الآن سوف نركب هذا الفعل في جملة وأنتم سوف تضعون حرف الجر الذي يرافق هذا الفعل في الجملة جيد نقول الترجمة لهذه الجملة باللغة العربية هي لا تفرط في الشوكولاتة لأنك سوف تصبح سمينا لا تفرط أو لا تكثر من الشوكولاتة لأنك سوف تصبح سمينا جيد إذن ما هو حرف الجر الذي يرافق هذا الفعل في هذه الجملة؟ فكر معي قليلا نقول هنا دل هي نتيجة لدي ماس إل عندما تأتي يعني la preposición دي ماس إل لأنك سوف تأتينا دل الفعل الثاني وهو فعل acostumbrar acostumbrar والذي يعني تعود على شيء ما أو يعتاد على شيء ما جيد الآن نركب هذا الفعل في جملة ونقول Pedro está acostumbrado وهنا نضع يعني حرف الجر المناسب ir in autobus as trabajo Pedro está acostumbrado ir in autobus as trabajo وهذه الجملة تعني Pedro معتاد على الذهاب في الحافلة إلى عمله Pedro هو أو معتاد على الذهاب في الحافلة إلى عمله إذن ما هو حرف الجر المناسب في هذه الجملة أو الذي عادة ما يرافق فعل acostumbrar فكر معي قليلا ممتاز هنا نستعمل a acostumbrar a جيد Pedro está acostumbrado a ir in autobus a su trabajo Pedro está acostumbrado a ir in autobus a su trabajo هنا أصدقائي لدينا فعل atreverse atreverse والذي يعني يجرؤ على إذن نركب هذا الفعل في جملة ونقول te atreves escalar esta montagna conmigo te atreves escalar esta montagna conmigo جيد جيد وهذه الجملة تعني هل تجرؤ على تسلق هذا الجبل معي هل تجرؤ على تسلق هذا الجبل معي جيد جيد c يعني c يعني تزوج بي جيد نركب هذا الفعل في جملة ونقول maria siacasado supremo maria siacasado supremo يعني يعني maria تزوجت بابن عمها maria تزوجت بابن عمها جيد إذن ما هو حرف الجر المناسب في هذه الجملة والذي يرافق عادة فعل casarse فكر قليلا ممتاز نقول casarse con casarse con يعني casarse con alguien maria siacasado con supremo maria siacasado con supremo هنا لدينا فعل convencer فعل convencer ويعني اقنع جيد نركب هذا الفعل في جملة ونقول no me tienes que convencer nada te creo no me tienes que convencer nada te creo ومعنى هذه الجملة هو ليس عليك إقناعي بأي شيء أنا أصدقك ليس عليك إقناعي بأي شيء أنا أصدقك إذن ما هو حرف الجر المناسب هنا في هذه الجملة والذي يرافق فعل convencer فاكد قليلا منتاز نقول convencer de convencer de جيد no me tienes que convencer de nada te creo no me tienes que convencer de nada te creo وهنا لدينا فعل cuidar فعل cuidar يعني اعتنى ب جيد نركب هذا الفعل في جملة ونقول puedes cuidar mes hijos estos días puedes cuidar هنا نضع يعني حرف الجر المناسب mes hijos estos días ومعنى هذه الجملة هو هل تستطيع الاعتناء بأبناء هذه الأيام هل تستطيع الاعتناء بأبناء هذه الأيام إذن ما هو حرف الجر المناسب في هذه الجملة فكر قليلا ممتاز نقول cuidar day cuidar day puedes cuidar de mis hijos estos días puedes cuidar de mis hijos estos días و هنا لدينا الفعل confiar confiar يعني يسيقو ب جيد نركب هذا الفعل في جملة ونقول siempre he confiado nada الحرف الجر ti porque nunca me has traicionado siempre he confiado ti porque nunca me has traicionado باللغة العربية نقول لطالما وثقت بك لأنك لم تخني أبدا لطالما وثقت بك لأنك لم تخني أبدا إذن ما هو حرف الجر المناسب في هذه الجملة فكر قليلا لطالما من نقول confiar en confiar en siempre y confiado en ti porque nunca me has traicionado siempre y confiado en ti porque nunca me has traicionado هنا لدينا فعل في خارس في خارس والذي يعني يركز على شيء ما جيد نركب هذا الفعل في جملة ونقول هي سيفيخ هنا نضع حرف الجر los pequeños detalles es muy observadora هي سيفيخ los pequeños detalles es muy observadora معنى هذه الجملة هو هي تركز على التفاصيل الصغيرة إنها شديدة الملاحظة هي تركز على التفاصيل الصغيرة إنها شديدة الملاحظة إذن ما هو حرف الجر المناسب والذي رافق فعل في خارس في هذه الجملة فقر قليلا ممتاز نقول في خارس إن في خارس إن هي سيفيخ en los pequeños detalles es muy observadora هي سيفيخ en los pequeños detalles es muy observadora وهنا أصدقائي لدينا فعل خوغار فعل خوغار هو يلعب جيد نركب هذا الفعل في جملة ونقول hemos quedado esta tarde para خوغار ثم تضع هنا يعني الحرف futbol te apuntas hemos quedado esta tarde para خوغار futbol te apuntas معنى هذه الجملة هو سنلتقي بعد ظهر اليوم لنلعب كرة القدم هل تنضم إلينا سنلتقي بعد ظهر اليوم لنلعب كرة القدم هل تنضم إلينا أو هل تود المشاركة أو هل تأتي معنا de apuntas جيد إذن ما هو حرف الجر المناسف في هذه الجملة والذي يرافق دائما في الجوغار فكر قليلا ممتاز نقول جوغار أ جوغار أ همس quedado esta tarde para jugar al futbol te apuntas همس quedado esta tarde para jugar al futbol te apuntas هنا أل يعني هي نتيجة لأ يعني la preposición أ زائد más el artículo el عندما تأتي a más el يعني تعطينا al هنا أصدقائي لدينا فعل preguntar وهو يسأل جيد نركب هذا الفعل في جملة ونقول ثم تضع الحرف ti جيد معنى هذه الجملة هو بالأمس يعني سأل عنك بالأمس خوان سأل عنك أو بالأمس سأل عنك خوان جيد إذن ما هو حرف الجر المناسب في هذه الجملة فكر قليلا ممتاز نقول preguntar por preguntar por ayer خوان preguntó por ti ayer خوان pregunto por ti والآن لدينا فعل preocuparse جيد والذي يعني يشغل باله أو يقلق جيد نركب هذا الفعل في جملة ونقول ثم تضع هنا حرف الجر المناسب eso no tiene tanta importantia وتعني هذه الجملة لا تقلق كثيرا بشأن ذلك لا يهم كثيرا لا تقلق كثيرا بشأن ذلك لا يهم كثيرا أو ليس لديه أهمية كبيرة no tiene tanta importantia إذن ما هو حرف الجر المناسب في هذه الجملة فكر قليلا من انظر نقول ممتاز كثيرا دي أو كذلك بريكم لديه ن Heb و هنا لدينا الفعل سورPRENDERSE والذي يعني تفاجأ نراكب هذا الفعل في جملة ونقول وتعني هذه الجملة لا أعرف لماذا تفاجأ بذلك إذن ما هو حرف الجرى المناسب والذي يرافق فعل سورPRENDERSE فكر قليلا ممتاز نقول سورPRENDERSE سورPRENDERSE لا أعرف لماذا تفاجأ بذلك لا أعرف لماذا تفاجأ بذلك و الآن أصدقائي لدينا الفعل رينونسيار رينونسيار والذي يعني تخلى تخلى عن شيء ما جيد نراكب هذا الفعل في جملة ونقول من المنصيبه من أجلي مصلحتي بلدي إذن ما هو حرف الجرى المناسب في هذه الجملة والذي دائما نراكب فعل رينونسيار فكل قليلا ممتاز نقول رينونسيار رينونسيار لاحظوا معي أصدقائي هنا لدينا عبارة يبارسي بيين أو يبارسي مال جيد لدينا هذه الجملة نوم ييبو بيين إيسا بيرسونا نوم ييبو بيين إيسا بيرسونا إذن هنا لديكم اختيارات لدينا خمسة حروف الجر أنتم سوف تضعون حرف الجر المناسب والذي يرافق دائما يبارسي بيين أو يبارسي مال إذن أصدقائي إذا أعجبكم هذا الدرس لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم جميع الدرس وإلى درس آخر في أمان الله